بسم الله انا اسمي عمر الرسليم من محبي المهندس حسن فاتحي ومؤسس صفحة حسن فاتحي المهندس حسن فاتحي من ابرز المعماريين على مستوى العالم وحصل على جوائز عالمية كبيرة جدا زي جايزة الاغا خان وليت مشاريع كتيرة جدا 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 عملها منها مشروع القرنة او الجورنة اللي هنتكلم عنه النهاردة ان شاء الله والتجربة دي كتبها في كتاب من اشهر كتب المعمارية اسمه عمارة الفقراء كتب الانجليزية وبعد كده ترجى من العربية ونشر في اكتر من دولة وبيدرس في اكتر من جامعة والفكر بتاعه ومشاء الله يعني اتنشر ودول كتيرة طلبت منه ان هو يجي يطبق الفكر بتاعه فعساب المسرح امريكا وبنى هناك دار السلام بنفس الفكرة اللي بنا بيها قرية الجورنة او القرنة ويخد نفس العمال اللي بانه وبان هناك في امريكا الفكر بتاعه دوت وكان بيجي ناس من المانيا ومن ايطاليا ومن بريطانيا عشان يشوفوا الفكر تربونة بتتبني ازاي وازاي بتبني تكلفة قليلة جدا وازاي حل المشاكل اللي كان بتحصل والافكار بتاعته وحتى الافكار بتاعته حتى الان تحترم وتنفذ يعني على سبيل المسال من ضمن افكاره كتيرة جدا اللي تعلمناها منه انظر تحت القدمات كوابني يعني ما تروحش تجيب مواد خام من بعيد وتبني بيها لأ المكان اللي انت واقف فيه نفس المواد الخام ابني بيها لو انت موجود في الاسكيمو وما تقولش انها ابني بعمارة حسن فتحة بالطين فهستوري التين من مصر عشان ابني لا ابني من الجليد تمام موجود مثلا في منطقة صخرية ابني بالصخر موجود في منطقة تينية ابني بالتين فهي الفكرة كلها يعني حتى موجودة في السينابيلاتي وموجودة في الليد ان انت لديك نقط معينة في الليد فلو جبت عناصر من مكان بعيد بتخسر النقط ديت فلازم تبني من نفس المكان لان ربنا بيحط العوامل البقاء وعوامل التحمل في المواد الخام الموجودة في المكان دوت تمام فانت المنطقة دي هي اللي هتستحمل فحتى المباني اللي هو بنيها بتقعد فيها ما متحسش بالحر ومتحسش بالشهتة بتقعد مغير تكييف بتقعد مستريح يعني فيه ناس بنت نفس الفكر واستفادت بنته مظبوط صح بش زي ما بيحصل فيه مشاريع كتيرة فيه مشاريع اخذوا الفكرة وطبوها غلط فبقت سيئة تمام لان هو بيحاول يقلد من غير ما يفهم يعني زي مثلا ايه فهو رب مثلا عملوا الحوايط ازاسي فعجبتنا الفكرة فانقلناها فتقريبا اغلب المباني واغلب الابراج اللي موجودة في الخليج بتلاقي الوكي ازاسي تمام معين ان هناك ومعندوش شمس ومعندوش حرارة فبيحاول يستلف وحاول يشحط اي شمس واي حرارة احنا عندنا بزيادة فانت لما تعملها لزيادة انت بترفع لدرجة حرارة كتير جدا وبعد كانت تجيب تكييف كبير جدا طب ليه يعني ليه اعمل حاجزة كده؟ فكان حتى هو المؤنس حاسن فاتح يقولك يعني مش الزكاء ان اعمل حاجزة كده وربنا حاسبني لو رفعت درجة حرارة المكان 17 درجة من لا شيء ده كده ربنا حاسبني كده ده يعني مش صحيح وكان بيعترض على يعني مجرد ان انا لقيت مادة جديدة روح مستخدمها تمام؟ غير مقارن بينها وبين المادة الموجودة يعني ببجر وراء الحادثة وخلاص يعني على سبيل المثال مثلا فيه في برامج كان ظهر امر ان انت تلف الشكل ان انت تعمل شكل وتلفه تمام؟ فكل الناس بدأت تعمل نفس الشكل ومقرد ان امر جديد تعلموه يعني مش هالك تخرج كلها في السنة دي بقى كل واحد بياخد الامر ده وينفذه من غير ما نفكر هل ده مفيده ولا مش مفيد هل ده هيكلف اكتر ولا مش هيكلف المقرد انها حاجة جديدة فكلنا بنجر وراها من غير تفكير تمام؟ وده مش صح انا اي حاجة بتطلع بخدها على جنب بعض اجربها في البيت وشوفها حلوة لأة يعني حتى لو فيه تحديث للبرنامج المهم من ان نرجع للموضوع بتاع المهانس عسف فاتحي فمثلا الموضوع ان هو ياخد من نفس المكان ده وده اللي عمل هو نورمان فستر لما قال له ابني مباني في المريخ طبع وكالة الفضاء الاوروبية فقال لك انا بشعض ان المواد خام انا ابني من المريخ انظر تحت قضامك وابني وكان واحد برده الماني كان خد نفس فكرة المباني وابني بيبني بالتين وبيبني نفس الفكرة وندر الخليلي من ايران عمل نفس الفكرة بس هو دخل فيها القش وفيه لسه كان احد المهانسين كان طبع المفاوضية الامريكي الولاد الام كان طبع الامم المتحدة بيبني في سوريا باستخدام التين باستخدام الوضع الخام التين بتاع سوريا بيبني بيه مباني الاخواننا هناك وبيستخدم البيم يعني بيستخدم الاركي كاد في حاجة زي كده التكنولوجيا الحديثة بيستخدمها بس نفس المواد الخام وكان يعني مهندس حسن فتح ليه فكر محترم والناس كتيره بتيجي مخصوصه عشان تشوفوا المباني بتاعته وانا كنت يعني كنت ساكن جنب بيت الفنان حامد سعيد اللي بناء المهندس حسن فتحي سنة 42 و43 فكان ابهار وكنت بيحب اروح امشي قدام كنت اتفرج عليه وهو ادبان 42 و42 ولسه كان بيتين وكانش في اي مشاكل خالص بس هتدوفها في 2011 وبانه مكانه عمارة كبيرة وانا حضرت في اليوم ده وكنت متأزي بس كان الوضع بغير مستقر فكان مفيش حد تتكلم ويرد عليه جاءت اليونسكو وقت لك احنا هنعمل ترميم لمباني بتاعت الكارنا ففرحنا جدا جدا وانبساطنا وقالوا هنصدرها يعني اللي هيقوم بالموضوع ده شركة كذا ففرحنا جدا شركة محترمة وصاحبها دكتور محترم ففرحنا جدا جدا وحتى بدأوا افتتحوا الموضوع بان وزير الثقافة راح ووزير ومحافظ اللقصر وعلماء كتير جدا وفنانين يعرفين كيمة عمل الموانس حسن فتحي وراح هناك وكان احتفال جدا فاحنا كنا في الصفحة بتاعت الموانس حسن فتحي قلنا نتابع الموضوع ففجوعنا ان البنى بيش بيتم بالطريقة اللي حسن الدكتور اللي السلس حسن فتحي بيحبها تمام فالموانس حسن فتحي كان لسلوب معين فما يفعش ان انا اجي ارمم اعمل اسلوب تاني خالص يعني مشهور ان في موات خم معينة بتاستخدم او في حاجات تانية معينة بتاستخدم لازم احترمها لما انا اجي ابني مبنى جنب مباني حسن فتحي لازم احترم الحاجتين البيئة الطبيعية اللي ربنا عملها تمام والبيئة اللي مباني الحوالية مدام البيئة الحوالية بتحترم البيئة الطبيعية اللي ربنا عملها لازم احترم وعملها فان بالك بقى ان انا بعمل ترميم اروح عامل باسلوب هيرفع دارة الحر جوه خلينا نفرجع الصور احنا مكناش متصورين الموضوع دوت غير لما قصدت لنا الصور اهو البنى هوا بيتم بالتوب الاحمر والاسمنت والحديد باسلوب بشوه ده اللي البناء الموضوع على صفاته مفروض اليونسكو ومفروض الشركة ديت تدرب العمال على البنى بالتوب الناي تمام؟ زي ما الموضوع حسن فتح يدربهم وكان النظرية بتاحته اللي هو البناء الاجتماعي ان انا واحد الواحدة مدرش يبني بيت بس عشر اشخاص يبني عشر بيوت فكان هو بيخلي الناس اللي هتسكن هي اللي تبني الحاجات ديت ويعلمهم البناء بحيث ان هما يروحوا انا شخصيا نفسي عندي حتة ارض كده وابني فيها بيت بنفس الطراز حسن فتحي فدور الحد يكون فاهم في الموضوع ده يبني مش كيف حد يجرب تمام؟ فانت مدربتش الناس انها تبني تمام؟ خلي بالك ان في بيوت كتيرة اتهدت سواء بقصد او بعدم قصد او بدون اذن بحيث ان هما يطلع بابراج ويبني بالشكل دوت يعني تم اهضار كتير جدا من المباني اللي في القرنة بسبب الفكر دوت تمام؟ فلو جينا نبص كده اهوت تمام؟ طبعا ده بعد ما يخلص بالطوب الأحمر والحديد والحاجات دي هيتغطى بس كده بالطبقة تمام؟ فده يعني كنت مثلا جبت خاتم نحاس وطاليته بتصابقة سميكة بتصابقة خفيفة جدا من الدهب ورطل ده خاتم دهب فده يعني مش صح او او الطوب الأحمر اهوت والاسمنت ويتغطى بقى كده لما حد يدخل يلاقي درجة الحرارة عالية فيقولك التجربة تعت حسن فتحي بش حلوة وانا روحت واتخنقت وحسيتش بان هو بيقول عليها لانا لما بديني بالطوب الناي بتخش جوة تستريحة جدا وتحتاجش التكييف وتحشي حي خالص فلما انا ادخل واعتقد ان دي مبنية بالطوب الناي وهي مبنية بالطوب الأحمر وهحس ان تجربة فشلة اهو 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 ممكن وانت حسن فتحي يكون بنى بعض الحاجات بديد في اماكن تانية حسن لازم تتبيني بالطرقة ديت تمام دي دي صور اللي احنا يعني ممكناش متخيلين الموضوع غير لما شوفنا الصور مفروض ترميم بيش اعادة هيكلة بيش اعادة بنا بيش اعادة بنا بيش اعادة وفي الاخر خالص بعد ما تم البنا الصورة دي متاخذة تقريبا مبارح حط واجه الطلاق بس كده على الحيط وخلص الموضوع خلص على كده بينما اللي جوه ده كله ده تبقى احمر فنرجو ونرشد السادة المسؤولين لهم يدخلوا لان يعني يعني نحافظ على اللي موجود هو طريبا بيت او بيتين اللي موجودين والمسرح والسوق والمسجد نحاول نحافظ عليهم وما نعملش السلوب دوت نعمل بسلوب علمي ما نعودش يعني انا مبارح كنت كنت في المحاضرة يلك هو واحد اجنبي كان بيتكلم عن الاثار في البيادة الاسلامية فانا كنت فخور ان اغلب الاثار كان مصرية ان هو كان بيتكلم كان سفر ايران وسفر سوريا وسفر عراق وسفر مصر وسفر وجاب صور من دول كترة جدا فكان فيه احد مصر بس اول ما شفت الصور يعني مثلا مشاهد جيوشي هو جاب صورة بس حاليا في واحد جيو وقال لك نحط فنش كده قال لك ان نعمل طبق بلاستيك طبعا ما ينفعش ما ينفعش يا اخوانا دي حاجات اثارية ما ينفعش ان انت تقول ده ان دوتنا الخامون ده هنذهب بأمير الحاجات دي لازم فيه ناس متخصصة ولازم تحافظ عليها ونستعملها بنفس الطريقة بحيث السيح مجيش يتغش تمام يعني ما ينفعش فيها حاجات كترة اثارية في مصر يقول لك ايه ده هنعملها بالبلاط هنعملها بالسراميك لازم نفس الحاجة نفس المواد الخامل اللي موجودة لازم من الواحد يبقى ماشا كده في شرع المعز يحس باللهبة ويحس ان الحاجة دي من مقات السنين ما يروحش ويلاقي حاجات حديثة تمام فأتمنى من المسئوليين وتمنى من الناس المحترمة المثقفة انها تتدخل بحيث ان احنا نعم حاجة نظيفة ترضى عنها الاجيال الجاية ان شاء الله اشتركوا في القناة